السلام عليكم انا اسمي عمر جهامة اليوم رح نحكي على موضوعين جدا مهمين الموضوع الاول كيف ننجي المنتج اللي عم بيبيع الان اللي عم بيعمل ارباحي اليوم المطلوب في السوق اليوم والشغل الثانية كيف نعمل ماركتنج لهذا المنتج ولكن قبل هيك فيه كم من سؤال عم بوصلني بشكل كبير على السوشال ميديا بموضوع دروب شبنجم كما غطيته انا بالفيديو الاول وهو فيه اشخاص بقولك انا المتجر طبعي اليو اسبوع ومش عم بعمل ما بيعتش ولا برودكت بدخل على المتجر طبعه بلاقي لا مغير الديسكريبشن لا مغير التايتل عن علي اكسبرس لا شايل اللوغو عن الصور ومتوقع انه الناس تدخل على المنتج طبعه على المتجر طبعه وتشتري طب انت كن صادق مع نفسك لو انت كستمر ودخلت على هذا المتجر هل فعلا تشتري منه يعني هذا بتخيل اكبر جواب انت ممكن تجاوبه لنفسك من غير ما تستشير اي حد الشغل الثاني انه في ناس هم تطلع على دروب شبنج كهواية ولكن انا بحكي لك انه دروب شبنج هو بزنس انت بتطلع عليه كبزنس بيكون عندك كاشف لو بدك تعرف ايش المنتجات بدك تضيفها لمين تسوقها وبده وقت وجهد وانفستمنت يعني انت الماركتنج بيحتاج مصاري صح مش مصاري كبيرة ولكن طبعا ما في اشي فري يعني اللي انا بلاقي اكتر اشي بدوره عليه الناس بجوجل كيف اعمل اعلان مجاني كيف اعمل ويب سايت مجاني يا سيد العزيز او سيدة العزيزة مجاني معناته ما في يعني كان جوجل سكر زمان وفيسبوك ويوتيوب روح ولو كل شي مجاني ما في اشي مجاني فكرة الاساسية انك كيف تعمل كيف تستفيد باكبر قدر من الخدمات المدفوعة انك ما تدفع كتير وتاخد ريزلتس عالي هاي هي الشطارة بس اي حدا بقولك مجاني هذا معناته شخص عم بضحك عليك يعني ذيك مرة بتطلع على فيديو واحد بقولك اقسموا بالله اقسموا بالله نقرت على جوجل ماب وبعمل خمسة دولار كل ساعة وعلى جوجل ماب طب يعني انا دخلت هيك من فضولي اقسم بالله دلت الفيديو عشر دايق ما فهمت ولا اشي فعليا يعني انا من اول الفيديو رهايته ما عرفت الزلمة شو بده يعني بالاخير فيعني دايما الفكرة اللي بقولك مجانا هذا دايما حط حواليه عشرة كوستشمارك واعرف شو المغزى بالنهاية الشغلة الثانية اللي هي موضوع الـ compound effect compound effect هو مصطلح انجليزي شو معناته معناته انك انك انت بدك تاخد خطوات صغيرة دورية يوميا بتوصلك لهدف اكبر ما تتطلع للهدف الاكبر انه هذا اللي بده اوصل له انا بكرة يعني على سبيل المثال واحد بده ينحف 40 كيلو لو حكى انا بدي انحف 40 كيلو ممكن يزيد وزنه مش ينقص له انه راح يخاف انه 40 كيلو انه وزن كبير ولكن لو جزء هذا الموضوع انه بده ينحف كيلو كل اسبوع على سبيل المثال بيلاقي الموضوع ابسط وفعلا ممكن ينزل وزنه خلال فترة مش طويلة فهذا الشي طلع عليه بالقرارات اللي بدك تاخدها وطلع عليه برضو بالبزنس انك انت في مهارات معينة بدك تكتسبها بدك تعرف شو الكستمرز لما يجوا على المتجر تبعك لانه لا تتخيل انه الكستمر يعني من اول مرة بدي يشتري يمكن يشتري من تاني مرة او تالت مرة فيه طرق انك تعيد استهدافه انه بس يدخل على المتجر تبعك يوصل لمرحلة معينة ترجع تطلع له كمان مرة بالاعلانات عبال ما يزهق منك ويروح يشتري المنتج فهي الامور مهمة جدا رح نحكي عنها خلال هذا الفيديو في موضوع اخير بصراحة كنت مش ناوي احكي عنه بس قررت احكي عنه اللي هم الاشخاص اللي بحضروا خمس دقائق من الفيديو وبلشوا فيه اسئلة طب يا اخي احضر لدقيقة عشرين بتلاقي الجواب احضر لدقيقة ثلاثين بتلاقي الجواب ولكن هو بيبلش اه طب انا كيف دي اعمل البايمنت طب هم موجود بالفيديو يا اخي طب من شان الله يعني انا مش مش فاضي اقعد ادور على الاجوبة هدول 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 انا بعتبرهم غير جدين وما بجاوبهم فبتمنى الاشخاص هدول انهم يغيروا من من الطريقة هاي ويكون فعلا جاد ويحضر الفيديو للنهاية على الاقل اذا ما لقى الجواب يسألني الفرق الاساسي بين هذا الفيديو والفيديو الماضي الفيديو الماضي هو تكنيكا لانه كيف تعمل المتجر كيف تعمل مصاري من الدروب شبنك فاول خطوة رح نبدأ فيها اللي هو كيف نتعرف او بسموها بالانجليزي هو كيف تقدر تعرف شو الكمبيتر تبعك عم ببيع وشو المنتجات اللي عم تعمل مصاري عنده فهذا اللي احنا رح نعرفه خلال هذا الجزء الاول من الفيديو بنروح على الفيسبوك اول خطوة بنعملها نعرف شو البرودكتز اللي ناجحة فبنروح على الفيسبوك وهون بنعمل سيرتش على فري شبنك اوكي وبنروح على فيديوز بندور على الفيديوز اللي تاريخها مش كتير قديم وعليها معدد مشاهدات كبير فهذا اول فيديو عنا معمول بتمانية نوفمبر 2019 وعليه تمانية مليون وستمائة الف فيو ايش معناته؟ معناته انه صاحب المنتج هذا تمانية مليون فيو يعني هذا دافع له على الاقل على الاقل 300 الف دولار اعلانات عشان يوصل لهذا العدد من الفيوز فبالتالي هو قديش بايع؟ اكيد بدي يكون بايع بالمليونز عشان يقدر يحط مصاري للاعلانات بهاي الطريقة فهذا منتج وينينك هذا منتج رابح انا بأكد لكم مية بالمية فخلينا نكبس عليه بلا نشوف شو هذا المنتج هذا لما تكون اوكي تكون تطلع الجاجة من الفريزر وتكون جمدة فبتمسك هذا السطح سبحان الله وبتحط عليه الجاجة بالدوب هذا هو المنتج اللي عامل تمانية مليون فيو دافع عليه زلم اعلانات فخلينا نروح نشوف هذا المنتج هذا الستور بنكبس عليه هون هذا الستور هذا دروب شبينج ستور وهذا معمول حتى عشو بيفاي كمان يا جماعة الخير شايفين؟ فاحنا لقائنا اول منتج رابح فخلينا نشوف هذا المنتج موجود على علي اكسبرس ولا لا؟ بنروح على علي اكسبرس بنعمل ساتش نسميه مثلا ديف روست ديف روست تري هي اللي هي سبحان الله هايو هاده هو من 3 دولار بتلاقيه 2 دولار 9 دولار يعني فاحنا كيف تعرف من وين تطلبه بتروح بتعمل باي اوردرز تعمل سورتنج باي اوردرز اللي بايع 5700 اوردر معناته هذا سبلاير كويس اوكي بتروح هون بتلاقي الزلم يبيعه 19 دولار اوكي فيعني هو بعمل 10 دولار بالمنتج هلا ممكن اشتريه من سبلايرز اقل من هيك اللي هما ب 3 دولار او 7 دولار ولكن انا بفضل ان تشتريه من الاشكتر سبلاير عامل شو اسمه فهو لو بايع 100 الف منتج باست على الاعلانات اللي حاططها بعشرة دولار هاي مليون دافع اعلانات نص مليون ومصاريف تانية 200 عمله اقل شي هاده الزلمة 300 الف دولار هاده المنتج اللي بيسموه اللي هو في اشي بيحكول ويهار وان برودكت اواي فرم ميكينج موني اللي هو البرودكت واحد بتحتاجه يكون ناجح بيخليك وضعك ممتاز فخلينا نكبس على اللوغو نروع الهوم بيج شايفين هاده المتجر اللي هو شعارف ثاو ماستر فيه منتجين هاده وهذا المتجر وهذا المنتج التاني ايش المنتج التاني انك بتحطها على العلبة عشان ما تنقطش شايفين هذا هو المنتج التاني فياني متجر كامل وعامل دافع مصاري يعني كبيرة وعنده منتجين بالمتجر طبعا فهذا دروب شبينج ستور وهذا واحد من الامثلة اللي هي للويننج برودكت خلينا نرجع نشوف اه هذا بجانور 11 يعني هذا بشهر واحد عامل اثنين مليون فيو برضو هاده دزل مدافع ماركتنج كبير فاكيد هاده منتج ناجح فبنكبس على المنتج نشوف شو هو شو هاده هاده بلبسه عشان ما يتزحلقش بالمي ويضل بغتنظيف اه سلام بحطه بالشنطة معاه هاده بزبطش للعرب هاده اللي اجهر بالمنتج مهم احنا اصلا مش رحم بيه سيلا العرب اني ويزين فا اه منروح على السيمور بنروح على ستور وهذا دروب شبينج ستور معمول من علي اكسبرس ايش هاده المنتج بوتس ووتر بروف خلينا نروح ووتر بروف شو كفر نشوف موجود بعلي اكسبرس ولا لا يا سلام نفس الصورة ونفس كل شي وقداش حقه حقه ثلاثة دولار والزلمة قداش ببيعه وينه ببيعه وواحد وعشرين دولار ايه هاد الزلمة ما شاء الله الله يزيده عامل مصاري كويس خلينا نروح طب نشوف الهوم بيج تبعته شو هاده البوب سايت شو الستور اللي عامله اه يجا والله جابه هاده اسمه جنرال ستور يا جماعة الخير جنرال ستور ايش معناته معناته انه انا ما بيكون ثيم للستور انا ما ببيع مثلا ملابس رجالي او ملابس نسائي او مجوهرات انا ببيع اي اشي فاذا بتشوف بتبيع فون يونيفرسل فون كليب ببيع اشي للنسوان ببيع اه هذا الكفر ببيع اه فتاحة علب اه اه للسيارات اي اشي ناجح الزلمي عم ببيعه وانا بصراحة بشوف هدول الستورز هم للشخص اللي بدو يبدأ بالدروب شبنج هم افضل شي لانه انت بتاخد بس الويننج برودكت بغض النظر يعني انت لو عامل ملابس الستور تبعك ملابس نسائية ما بتقدر تضيف هذا البرودكت ولكن هون تقدر تضيف اي شي هو ويننج برودكت فانت بتبلش بهذا الستور بس تلاقي الويننج برودكت تبعك ووقتيها بس تعمل فلوس بتنتج الستور يكون ثيم يعني يكون مثلا مجوهرات ملابس نسائية ملابس رجالية اشي للكوزماتيكس واريفا بس انت طب تحكي لي طب انا لو دخلت على الهوم بيج هاي شفتها عمري ما بشتري وانا معاك ولكن الناس شو بيصير بتطلع دائما على الاندينج بيج وبتوصل لهاي الصفحة بيكون الاعلام بيوجهه لهاي الصفحة بيشوف البرودكت اوكي وبيكون حاطط له انه 40 بالمية افه وطبعا وريتكو انا بالفيديو اللي هو كيف تعمل المتجر انه هذا حقي فاضي هو بعمل سيل وهمي يعني هو مش سيل حقيقي وبيكون معلومات وكذا وبيروح بشتري البرودكت وما بتطلع على الهوم بيج احنا العرب بنحب نفسفس الويب سايت وندخل على الهوم بيج ونعرف مين اللي اخترعه ومين اللي جابه ومين صاحبه فعشان هيك صعب نشتري من هدول الستور فعشان هيك الماركتنج تبعنا احنا رح يكون دايركتد لامريكا وكندا واستراليا وبريطانيا احنا ما رح نعمل ماركتنج لأي حد في الوطن العربي اوكي فلاقينا هلا احنا بهاي السيرتش البسيط ورح تلاقي العديد جدا من الويننج برودكت هذا عامل خمسمائة الف يعني هذا الساتو جديد يعني يمكن هذا مثلا مليون وستمائة الف فهذا الشي انت بدك تعرف كيف بدك تشتغل فيه اوكي خلينا نشوف دس ويك مثلا هادا ديت بوستيت خلينا نشوف مثلا دس ويك هذا لناس اللي شوفوا هادا بلش واو بمارش ثري يعني هادا بلش قبل اربعة ايام وصار عامل اتنين مليون ففيو خلينا نشوف بالله شو ببيع هادا هذا ببيع هوديز هادا ببيع هوديز هال هادو الموجودين على الي اكسبرس ولا لا خلينا نعمل search google for image لا هدول مش موجودين على الى اكس بيس هدول اشي اسمه print on demand هذا الprint on demand موضوع جميل جدا راح احكي لكم عنه قريبا هو الشوبيفاي ستور مزبوط هاي باورد باي شوبيفاي ولكن هو بعمل print on demand انا راح احكي لكم هذا الموضوع موضوع جدا جميل وسهل تطبيقه وبتقدر تبيعه بالوطن العربي بشكل جيد جدا فرح احكي عنه ان شاء الله بالمستقبل المهم فانتو لقيتو يعني احنا خلينا نعمل الستور تبعنا حوالين product head هذا product عامل 8 مليون view يعني زال مدافع marketing عالي فبالتالي هو 100% winning product فهيك بتقدر انت تعرف winning product وهاي الوصفة سديني افضل وصفة لا ترد اللي بقول لك اشتري برنامج وبيقول لك هذا بيكون حكي فاضي هذا هو افضل طريقة تعرف الوينج product اول خطوة بدنا نقوم بعملها انه بدنا نروح على هذا الفيديو ونروح على نروح على الستور اللي هو ببيع هذا البرودكت وبدنا نحاول نعمل نفس هذا الlook and feel نجرب نعمل الستور مشابه على اساس يعني اللي بايع برودكت وناجح فيه اكيد فيه اشي معين بالستور وانا بحكي لكم السر السر هو انه كل مكان الستور تبعك او المتجر تبعك بسيط كل مكان ما بيعاتك اكتر فيه ناس بتفكر انه كل ما حط صور والوان وغيره انه الناس بتنجذب فيه ولكن الحقيقة انه البساطة الستور هي جزء كبير من النجاح فانا رح اروح اعمل استور مشابه بسرعة وارجع لكم طبعا انتو بتعرفوا كيف تعملوا استور بالفيديو الماضي اللي هو كيف تعمل المتجر واضحة ان كل امور بتخيل وخليني اعمل استور بسرعة وارجع لكم زي ما شفتو انا عملت متجر سريع وضفت هذا البرودكت على المتجر وحاولت يكون مشابه لهذا التسكريبشن وتقريبا اخترت نفس الالوان نفس على اساس احاول انه يعني اشوف اشي ناجح واحاول اطبق اشي مشابه ازا برجع هون على الهوم بيج تبعه المتجر هذا متجر ممكن يكون هذا المتجر جنرال ستور اللي حكيانا فيه ببداية الفيديو يعني ممكن تضيف هون اكتر من ويننج برودكت وتجرب انه مين البرودكت اللي ممكن يزبط معك فالان احنا بصلنا لمرحلة اللي هي انا برأيي هي اكتر مرحلة ممتعة اللي هي مرحلة الماركتينج انه هاو تو ماركت ديس برودكت فبنرجع على الفيسبوك هلا هذا الفيديو على سبيل المثال هذا الفيديو مش هم اللي عاملينه هذول الناس هذا الفيديو يعني 99% من الحالات بيعملوا صاحب المنتج او المصنع اللي بيصنع هادا البرودكت وبنزله على الانترنت ع اساس الناس تستخدمه لانه هو بستفيد كل ما هم يبيعه هو بيبيع اكتر فخلينا نجرب نعمل سيرتش على البرودكت نفسه ونشوف كم من شخص عم بيبيعه الان فعملنا سيرتش على ديفروست تري رح تلاقي العديد من الاشخاص عم بيبيعه هذا البرودكت لانه هذا بعطيك دليل تاني انه هو برودكت ناجح يعني في عندك هوم 116 الف 218 الف يعني ارقام كبيرة بريفيوز ناس دافع اعلانات مضبوط عشان تعمل هاي يعني عشان تبيع هذا البرودكت فبالتالي هو اكيد برودكت ناجح فعسبيل المثال خنشوف هادا الفيديو سريعا ونشوف مثلا الفيديو هاد زي ما شفتوا كلهم نفس الفيديوز يعني هاي نفس الست وكله نفس ال فهذا بالتالي ولا واحد من هدول بملك حقوق الملكية للبرودكت فانت عندك اكتر من طريقة عشان تاخد لانه احنا البرودكت لازم نعمل له ماركتنج عن طريق فيديو هو افضل طريقة الفيديو للماركتنج تبع البرودكت فعندك ثلاث خطوات او ثلاث طرق الطريقة الاولى انك تاخد الفيديو هادا وانت تستخدمه وهاي الطريقة السهلة اذا بدك تاخد اللي هو بسموه الاكسترامايل تروع على فايفر دوت كوم بتعمل سيرش على اشي اسمه برودكت ريفيو هادا فايفر اكيد بتعرفوه هادا فيه فريلانسر اذا بعملوا اي اشي بدك اياه فمثلا يعني هاي بتعملك متلا على سبيل المثال بتبعت لها البرودكت على عنوانها وهي بتعملك بتفتحه بتحط عليه تلجة بتدوب وريفر فهاي عدة طرق انت ممكن تعملها انك تبعت البرودكت من علي اكسبرس لهذا الشخص اللي انت بتتفق معه اسعارهم قديش يعني هون عشرين دولار هاي عشرة دولار هاي ممكن تلاتين دولار يعني اسعارهم مش غالي وهم بصوروا الفيديو وبعتوا لك الفيديو بالايميل الطريقة التانية انك انت تبعت البرودكت لحالك يعني انت تشحنه اول اشي بتشوف هذا البرودكت وتصور بسموه رو فيديو انت تصور فيديو بالموبايل التبعك هلأ الستوديز عم تثبت انه اللي هم الفيديوز اللي بتصوروا بيسموهم انبروفيشنال فيديوز يعني مش فيديوز الانيات يعني اشخاص عاديين عم بصوروا هذول الفيديوز هم الفيديوز اللي عم بيعملوا تأثير كبير على المستهلك هم الفيديوز اللي عم بيجيبوا ناس يشتروا فانت ممكن تنشحن هذا البرودكت عندك وبالمطبخ انت بكامرة الموبايل تعمل كمن اكسامبل اذا عندك صحابك تجيبهم انهم يستغربوا اه it's fun بصراحة وانه انه انت ممكن تعمل فيديو اه يعني من غير ما انت تستخدم اه فايفر او تاخد فيديو جاهز ولكن احنا بدنا نروح للي بسموها الشورتكت لانه احنا معناش وقت فاحنا بدنا نروح ناخد هذا الفيديو انا بدي استخدمه مدته اربعة وثلاثين اه 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 ثانية وانا شايفه مناسب وما عليه اي لوغو لهذا الشخص اللي عم ببيعه فشو بعمل بروح بعمل شو فيديو يو ار ال وبعمل كوبي وبعمل سيرش على اشي اسمه فيسبوك داونلود فيسبوك فيديو بروح هون بحط اليو ار ال وبعمل داونلود وبقول له داونلود ان اتش دي كواليتي وباخد هاد الفيديو وبنزله عندي على الديسكتوب اول خطوة بنعملها بنروح على الادز مانيجر اللي هي منصة التصويق طبعه فيسبوك هادا الحساب انا عامله للتريننج خصيصا فبنكبس على ثلاثة خطوط اللي هون وبنروح على اشي اسمه بيكسلز ايش هو البيكسل؟ البيكسل هو عبارة عن كود هادا الكود بتنزله على الموقع تبعك اللي هو شوبيفاي بصير الفيسبوك يعرف مين الاشخاص اللي دخلوا على الموقع وشو الاكشن اللي عملوه على موقعك عشان تقيس اداء الاعلان وتقدر تقيد استهداف الاشخاص اللي وصلوا على الموقع تبعك من خلال الفيسبوك فشافينا هادا الرقم اللي هون هادا اسمه البيكسل اي دي تبع الاكاونت تبعك تبع الاعلانات فبنعمله اه كوبي وبنروح على الشوبيفاي وبنروح على اونلاين ستور بنزل تحت هون للفيسبوك بيكسل اي دي وبنعمل سيف بنروح الموقع تبعنا انا في عندي اشي اسمه بيكسل هيلبر بنعمل ريفرش للصفحة وبنروح هون بنتاكد انه البيكسل نازل موجود سيكس ايت ايت سيفن ايت هو نفس هادا الرقم فهيك معناته انه البيكسل اشتغل عنا على الموقع الان ازا انت ما عمرك استخدمت البيكسل تبع الاعلانات راح يطلع لك هون انه كريات بيكسل فاكبس عليها وبطلع لك هذا الرقم الخطوة الثانية بده تروح انه بدنا نعمل اوديينس بدنا نعمل الاست بالاشخاص اللي قاموا بزيارة موقعنا فشو بنعمل بنروح بنكبس على ثلاث خطوط اللي هون بنروح على اوديينسز تطلع عنا هاي الصفحة فبنعمل على بنكبس على كريات كاستم اوديينس وبنروح على السورس الوبسايت وبنختار انه كل الاشخاص اللي قاموا بزيارة موقعنا في ستين يوم الاخيرين او يعني بيكون عنده داتا لمدة ستين يوم وبنسميها اول اوديينس وبنعمل كريات اوديينس فهيك صار عنا اول اوديينس او اول ناس احنا عملنا لهم لست هم جميع الاشخاص اللي قاموا بزيارة موقعنا الخطوة التانية انه نعمل الاعلان نفسه فبنكبس على ثلاث خطوط اللي هون وبنرجع على الادز منيجر فهلا احنا راح نبدأ بنعمل حملة اعلانية جديدة فاول شي بنعمل عليه بنكبس على كريات ودائما وابدا بنختار دائما اعلان الكونفيرجن الكونفيرجن هو انه بنحكي للفيسبوك انا بدي توري الاعلان للاشخاص اللي بدهم ياخدوا اكشن على الموقع التابعي فبنسميه كونفيرجن بنسميه ديفروست تري ازا عندك اكتر من البودكت عشان نتميزهم بنعمل كونتينيو الان لازم نختار شو هو الايفنت او هو الكونفيرجن اللي احنا بدنا اياه فدائما بنختار اللي هو البيرشز بنختار حتى لو هو موجود هون بالاحمر بس دائما بنختاره ايش هدفوا البيرشز انه الفيسبوك بيقدر يعرف مين الاشخاص اللي عادة بيشتروا لانه في كتير ناس بتعلن عن طريق الفيسبوك فبيكون بميز هدول الناس انه مهمة اشخاص بيشتروا فبصير يوجه الاعلانات لالهم فبنختار الايفنت بيرشز وبننزل لتحت اول دولة بنختارها يدي هي يونايتد ستيتز بنختار كندا بنختار يونايتد كينجدم بنختار اوستراليا هدول هم بسموهم البيج فور اللي هم الاربع بلدان اللي هم عادة بيشتروا اكتر شي عن طريق الانترنت فاحنا لما نختارهم هيك عم بنسهل على حالنا المهمة يعني لا تفكر انه انت لما تعمل هالدروب شبينج ستور انك رح تبيق تبيعه للاشخاص اللي هم بدولتك ولا بدينتك هدول هم الاربعة اللي بيشتروا اكتر شي بلا منازع يعني كل الدروب شبرز باقدوا هاد الشي فالان بنزل تحت اه بنختار العمر يعني هذا المنتج تبعنا اللي هو الديفروز تيبل بدي يكون يعني من كم من 23 وطالع فبنختار الاش 23 والمهتمين فيه اكيد اللي هم النساء مش الاسلام فبنختار الومن بنحط الانجوج هون انجلش وبنروح على الان مين بنشيل طبعا هاي اكسباند مين الاشخاص اللي ممكن يشتروا هيك برودك انت بدك تسأل حالك هذا السؤال الانترست كتير في الها علاقة بالكومون سنس انك تقدر تفهم مين الاشخاص اللي بدون يشتروا هذا البرودكت فانا بتخيل الناس اللي بيحبوا الكوكينج اللي بحبوا الطبخ فباكبس كوكينج بيطلع لي هادا الانترست ولكن قديم هداش طلعوا عندي 92 مليون 92 مليون شخص في هدول الاربع بلدان في نساء فوق 23 سنة بيحبوا الكوكينج او مهتمين بالكوكينج فاحنا بنروح بنعمل نارو اوديينس وبنختار انترست ثاني اسمه انجلش تشوبر مين هم الانجلش تشوبر هدول هم الناس اللي دايما شو تعريفوا الفيسبوك بعرفهم بعرفهم انهم هم people who have clicked on the call to action button shop now in the past week هم الاشخاص اللي ضغطوا على زر shop now باي اعلان خلال اسبوع الماضي فهدول هم اشخاص بشتروا دائما فاحنا بننجيهم فاحنا باست على المعطيات هاي اللي هي معطينها الفيسبوك بحكي لي انه الاعلان تبعك رح يوصل لالفين شخص تقريبا ورح يعمل كونفيرجنز رح يعمل عمليات شراء بين 14 و 39 هذا باست على الداتا اللي احنا معطينه اياها انه احنا معطينه داتا الفيسبوك قادر يفهمها ويحللها طبعا هذا الرقم يعني احتمال يمكن يجيك بيعه واحده او باعتين مش دايما صحيح ولكن هو فيسبوك عنده داتا وبعطيك هذا بقولك this is the number of purchases ويستمات يعني هذا هو اللي بيقدره بننزل لتحت بنختار الـ automatic placement وبنحط daily budget بالبداية بنبلش ب 10 دولار فهون نزله من سبعة لعشرين اذا انت معك budget اعلى حطها عشرين دولار تقدر تاخد results اسرع لانه احنا اهمنا هون مش نبيع اهمنا انه ناخد data هاي اهم خطوة احنا لازم نعملها هلأ لازم نعمل نبني data لائلنا عشان نقدر نعرف مين الناس اللي ممكن يشتروا والفيسبوك بيكسل هاي انت بتغذيها بمعلومات اكتر عن الاشخاص المهتمين لانه هي هاي الفيسبوك بيكسل هلأ لما نزلتها عموقعك هي لساتها roll لساتها ما عندها معلومات لانه الفيسبوك بتميز باشي بيختلف عن كل المنصات الاعلانية انه عنده اللي هي بسموها الذكاء الاصطناعي انه هو بقدر يفهم مين الاشخاص اللي ممكن يكونوا مهتمين بالبروداكت تبعك وبنزل لتحت اه بنعمل على طبعا هاي بنخليها لا تردوا اللي بقولك حط ماني ولا بلايسمنت ونقي هيك وما نقي هيك فيسبوك بقولك انا انك تحط فانت بترد على فيسبوك لانه الاشخاص اللي بحاولي تزاكوا دايما هم اللي بخسروا وبنروح على continue بننجي الصفحة تبعت البيج تبعتنا انت لازم يكون عندك بيج للستور طبعا انا ما راح ادخل في تفاصيل كيف تعمل البيج لانه هذا اشي يعني مفروض سهل كتير وما بد اضيع وقت بهذا الموضوع وهون بتختار use selected page بتخليها زي ما هي والان اللي بنا نعمله بدنا ننزل الفيديو اللي احنا اه اخدنا اه عملنا له download فبنروح على add media بنعمل اد فيديو بنعمل upload وبننزل الفيديو تبعنا بعد ما ينزل الفيديو بنروح على edit video هون بنختار دائما original وبنخلي اللي هو الصورة اللي بتتبين قبل الاعلان خليها دائما اه اوتوماتيك لانه الفيسبوك بيصير يطلع صور من الاعلان كتيرة عشان يقدر يعرف مين الصورة اللي بيمكن يجع عليها اكتر اه يعني الناس انها تضغط عليها اكتر اكي فبنعمل cancel هون ما بنغير شي فهذا هو الاعلان تبعنا الان بدنا نضيف ال primary text وال headline فاحنا عنا شخص ناجح عامل 80 مليون فشو بنروح بنعمل بنروح على الفيديو اللي كان موجود وبناخد التكست اللي هو كان كاتبها اكي بنروح بنحط هاي التكست بال primary text طبعا بنشيل اللينك تبعه بنزل هون نشوف اذا هو حاطت اسم ال product فهون بنحط must have بذل 2019 بنحط 2020 kitchen accessory بنشيل هاي سيلس بنشيل هدول وبنرجع على في هدول ما طلعوا معنا اللي هي هاي الفيسيز والصح هدول مين بيجيبهم بتروح بتعمل سيرتش على اموجيز اوكي في ووبسايت اسمه get اموجيز فتروح بتعمل سيرتش على ارو فبطلع لنا هذا ال right ارو بنعمل عليه كوبي بنروح بنحطه هون قبل زي ما هو عامل بنرجع على ال اموجيز بنعمل سيرتش على هارت smile اللي هي هاي بنعملها كوبي بنرجع اعلاننا بنحطها هون وهيك بتخيل انه اعلاننا احنا جاهز فبس بدنا نحط الوبسايت فبنروح على الوبسايت تبعنا بناخد بناخد اللينك بنروح على ووبسايت اسمه بتلي دوت كوم وبنحط اللينك هون بنعمل شورتن فطلع لي زي نسخة صغيرة من من اللينك بدل ما يكون اللينك طويل طلعني نسخة صغيرة منه برجع على ال ادز مانيجر بحط الاول لينك هون بحطه كمان مرة هون وبنزل هون برضو على الوبسايت يورل بحط اللينك وبرجع على الاعلان شو حاطط له عنوان هو حاطط له 50% off and free shipping بس انا ما بدي احط له عنوان هيك بدي اقول بدي احطهم بالهيدلاين defrost magic table او ازا بدي كمان بحط هذا يعني هدول الايموجيز انتو تستقلوا فيهم بس هم يعني بيعطوا هيك زي روح للإعلان فبنحطوا هارت سمايلز هون وبدل لينمور بننزل تحت بنحط shop now وهون على الديسكريبشن نحط free shipping plus 50% off هاي بتنزل هون طبعا انا مش شاري الدومان لانه هادا تدريبي بس انت صح في ناس بقولولي انا والله ما شتريت الدومان وانا هيك الوبسايت طبعه اسمه myshopify.com بحكي له يا صديقي ما حد رح يشتري منك خدها مني ما حد يشتري منك لازم يكون عندك دومان لازم يكون ووبسايتك يبين انه ووبسايت محترم عشان الناس تحط لك credit card طبعتها فيه وبننزل هون على confirm الان في شغل نسيد اعملها بدي اسمي هاي الاد سيت انا شو شو الانترست اللي اخترته هون اخترت كوكينج فبدي اسميها عشان اميزها والان بروح عليها بعمل عليها highlight وبروح بعمل duplicate يعني انا بعمل duplicate للاد سيت وبخلي هاي معمولة تك وبعمل duplicate فهو طلع عندي cooking copy هلا بنزل لتحت عند الانترست بخلي كل شي زي ما هو بس هون بروح علي suggestions الفيسبوك بقولي اللي بيحب cooking كبان بيحب recipes اللي هم الوصفات فبكبس على recipes وبشيل cooking وباخد هاي recipes بعملها copy وبطلع فوق على عنوان الاد سيت وبعملها paste وبعمل publish فانا عم بحاول ابني اكتر من interest interest معناها اهتمام باللغة العربية يعني انا بحاول ابني اكتر من interest لان اقدر اعرف اي interest هي اللي بدها تكون تشتغل اكتر او تجيب لي sales اكتر اوكي فهو كيف تكون الحملة الاعلانية على الفيسبوك بتكون الحملة اللي هي عملناها اول اشي conversion different tray جواتها اكتر من ad set وكل ad set في اعلان يعني هذا الاعلان انا باخده نفسه بس بحطه ب different interest فهي هاي الطريقة اوكي وكل واحدة انا حطت لها budget 10 دولار اه سوري 10 دولار كل واحدة حطت لها budget 10 دولار ممكن تحط 5 دولار ممكن تحط 20 دولار وكل ما انت زدت المبلغ كل ما صار learning curve تبعك اكبر وكل ما قدرت تاخد نتائج اه يعني اه تبني نتائجك اسرع هلا بدا نعمل اه كمان ad set ناخد ال receipts بنعملها duplicate وبننزل تحت بنروح هون على suggestions هلا بقول لي اللي بحب ال receipts كمان بحب ال kitchen او ال kitchenware kitchenware اللي هم معدات المطبخ فهدول كويسين بالنسبة لنا بناخد ال kitchenware بنحطها كinterest بنطلع فوق بنحطها هون نعمل publish فهلا زار عندك 3 interest انت بالوضع الطبيعي recommended ان يكون عندك 6 interest بين 6 و 7 interest فهلا احنا خلينا مبلشين بالتلاتة هدول هدول احنا بنصير نقيس نتائج الحملة باست على ال interest اللي احنا مختارينه الان انا شو اللي بدي اعملو بدي احرف مين اكتر اشخاص جو هدول ال interest مهتمين بال product تبعي ففيسبوك الله يرضى عليه عمو مارك شو عامل؟ عامل شغلة اللي بصراحة انا بعتبرها رهيبة نرجع على ال audience بنروح على create audience بنعمل custom audience وبنروح على فيديو شايفين الفيديو وبعدين هون بال engagement بنكبس عليها وبنروح بنقول له people who have watched at least 95% of your video هاي اثبتت الدراسات العديدة انو الاشخاص اللي بحضروا 95% من الفيديو تبعك هدول الاشخاص مهتمين بال product تبعه فاحنا بنعملهم بنصنفهم بال audience بنقول people who have watched 95% هدول عشان ايش نعمل؟ نعمل منهم اشي اسمه local like يعني نعمل الاشخاص مشابهين لهم وكمان نقدر نعيد استهدافهم فبس نختار هاي بنروح بنعمل choose video بنختار صفحتنا هون وبننقل فيديو اللي احنا نزلناه بال ad نعمل confirm وهون بنسميها 95% video view وهون بدل 365 بنحط 180 يوم بنقول له create audience فهيك سار عندي audience لما الاعلان طبعك يبلش يشتغل اي شخص بحضر يعني انت تخيل حلق على الفيسبوك لما يكون فيديو مش عاجبك عطول بتفشأ عنه بس اذا حضرت 95% من هذا الفيديو فاكيد انت مهتم بهذا الموضوع او مهتم بهذا البرودكت فهاي يعني اخدوها نصيحة مني من افضل الطرق انك انت تتارجت الناس المهتمين للفيديو تبعك الان بس يصير في عندك ترافيك على الويب سايت شو بتعمل بتروح على 95% فيديو وبتروح بتقول له create look alike هم اشخاص مشابهين بالطباع والتصرفات وطبعا الفيسبوك يعني بقدر يعرف كثير معلومات عنك فبلاقي اشخاص مشابهين للاشخاص اللي حضروا 95% من الفيديو تبعك فهدول انت عشان تعملهم targeting بكونوا جدا ممكن انهم يشتروا البرودكت تبعك فبتروح بتختار ال audience بتروح على اول اشي ال United States وبتنقي ثري كاتيجوريز فتختار الاشخاص اللي هم اقرب شي من 0 الى 1 بالمية من 1 الى 2 بالمية من 2 الى 3 بالمية هدول هم اكتر اشخاص يعني 3 بالمية قربا من اللي هم حضروا 95 بالمية من الفيديو بتعمل create audience فهدول صاروا عندك موجودين هم الاشخاص اللي حضروا 95 بالمية بس هدول هلا مش هيكونوا شغالين او ما فيهم data لانه الاعلان طبعك لسه ما اشتغل وما حضا حضره فبالتالي انت بدك تستنى لما ليش احنا بقى بقولك انه هذا الاعلان هدفه انك تلم data على اساس تقدر تعرف مين هم الاشخاص اللي بقدروا ياخدوا هذا الاكشن على يحضروا هذا الفيديو بصير عندك local like واكتيها الها معنى اكتر فبنعمل local like ل us uk وكندا واستراليا نفس الطريقة الان بدي نرجع الموقع التابعي بس بدي اعمل add to cart view cart واشوف البيكسل اذا اخدها هون بعمل كمان مرة الرفرش للبيج برجع على ال audience وبعمل custom audience واروح على الويب سايت واختار هون الاشخاص هلا انا في عندي two events البيج view الاد to cart لسه ما نزلت عندي ليه لانه ما في اشخاص كتير دخلوا على الموقع تبعي على صفحة الاد to cart فبالتالي لسه مش معرفها بالاودينس خلينا اجرب اعمل الرفرش والله create audience custom audience واروح على لسه ما بينات عندي الاد to cart هلا ممكن اعملها مانيول انا اقول له visited specific ويب بيجز واقول له url contains هلا url دايما طبع الكارت شو في كلمة في كلمة كارت يعني url هو هاد بيحتوي كلمة كارت فبحطها هون وبقول له بسمي add to cart audience هذول الاشخاص يعني تقدر تعملها بهاي الطريقة وبطريقة تالية هلا هذول الاد to cart audience شو بفيدوني بفيدوني بشغل تاني الشغل الاولى اني اعيد استهدافهم والشغل التاني كمان اني اعمل منهم look alike يعني نفس الطريقة بكبس هون وبعمل look alike يعني بقى انا بس ادور على الاشخاص اللي صار عندهم اللي هم مشابهين للاشخاص اللي ضافوا البرودكت تبعي على الكارت او العربة التسوق طبعا في عندك الناس اللي بيشتروا بدك تعملهم audience الناس اللي يعني بكل مرحلة من المراحل الشراء انت بدك تعرفها وهذا البيكسل اللي احنا نزلناه بيفسرلك كل هاي الامور بس انت بدك تستنى يصير فيه ترافيك على الويب سايت على اساسين بنا عندك هذول الـ audience الآن بدنا نرجع على الـ ads manager نروح على الـ conversion هون ونعمل هاي مثلا نسميها duplicate وهون كل شي مختارينه زي ما هو شايفين هون بالـ custom audience بنكبس عليها شايفين اللي هم عملناهم الـ look alike والـ 95 video والـ all audience هذول بنقدر نعملهم targeting بين هون فخلينا على سبيل المثال احنا بنستهدف الناس اللي عملوا دخلوا على الـ ad to cart بيشتبعتنا فبنكبس هون عليهم وبننزل هون بنشيل كل البلدان وكل الـ interest لانه احنا هون بهمنا بس الاشخاص اللي عملوا add to cart هون بنحطه all وبنعمل 13 وبنشيل الـ language وبنشيل الـ interest يعني بنخلي كل شي فاضي هون بس الاشي الوحيدة بنعبيه اللي هو add to cart audience وبنطلع فوق على الـ ad set ممكن تعملها بكمبين جديدة أو بنفسها تحت هاي الكمبين بنسميها retargeting add to cart وبنقول له publish طبعا هلا ما رح يعطيك نتيجة الاعلان لانه ما في حدا دخل لسه ولا عمل add to cart ولا غيره فهذا اشي كتير مهم انك انت تقدر تعمله الان بالنسبة للـ campaign هذا انا هو هيك الـ campaign رح يكون شكلها هيك الـ data رح يكون شكلها الـ data هي من اهم الشغلات اللي بتخليك تقدر تعرف انت where you are standing اوكي فعشان تعمل الـ data تصنفها بطريقة صح بتكبس على هذا الـ column وتروح على اشي اسمه customize columns تحت وبدنا نختار بدنا نشيل الـ reach ونخلي الـ delivery ونخلي الـ results amount spent quality ranking engagement هدول كلهم بنشيلهم واحنا بننقي هون بنروح على الاشخاص add to cart بنختار الاشخاص اللي هم عملوا add to cart لعنا عشان نعرف كم من واحد عمل add to cart بنروح على purchase بنختار الاشخاص اللي اشتروا من عنا وهدول شايفين نضافوا عنا بهاي الطريقة بنعمل untick لهدول فهدول هم اللي موجودين احنا على الموقع تبعنا اللي هو اسم الـ campaign الـ adset name الـ bid strategy بنروح بناخد هدول add to cart بنحطهم هون لانو هدول جدا مهمين انت الاعلان تبعك تصير بنظرة واحدة تعرف انت where you are standing هاد طبعا مش بس بالـ drop shipping بكل البزنسز يعني وبنعمل apply فطلع عنا هون add to cart وطلع عنا هون الـ purchases والـ amount spent والـ results من الاعلان تبعك كمان هون نرجع خلينا نعمله وكستمايز كمان مرة انا نسيت اسميه هلأ باسميه وبنروح على cost per result هاي مهمة ايثنك اني انا شلتها بالغلط هاي بنحطها هون وبننزل الـ add to cart هون بهاي الطريقة وهون بنعمل save as a preset بنسميه مثلا سميه على اسمي عمر عشان ما ننسليش بتعمل apply فهاي عمر هون طلع عندك الـ columns فانا مسممهم بالـ budget results amount spent cost per result قديش كلفتني للشراء كم شخص من هذا الاعلان اضاف للـ add to cart وكم شخص اشترى هدول هم simplest data حتى كل الـ add set بتصير تقدر تعرف انت الـ add set هذا كم واحد قديش صرفت عليه قديش كلفني cost per result قديش كم واحد ضافة الكارت وكم واحد اشترى هايك بصير عندك data تقدر تبني عليها المعلومات تبعدك طبعا هذا بحر يا جماعة يعني انا قد ما عادت انا عم بحاول اعطيكو كل شي بصراحة عشان هيك عم بتحسوني بروح من الشرق للغرب بس هو هذا الموضوع فعلا موضوع الفيسبوك يعني موضوع خرافي يعني فهاي الطريقة انت اللي بتبني فيها الاعلان تبعك لما تشوف انترست ناجحة وعن بيجي عليها شراء كبير فوقتيها انت بتصير تزيد هاي البجت على الانترست هذا وبتظلك تراقب قديش الكوست بير رزلت تبعك وقديش البرشيزز تبعونك ودائما اللوكالايك انا بحكيلكو هم افضل ناس الفيسبوك على الجد بقدر يعرف مضبوط مين الاشخاص اللي بتشتري وبقدر يطلع اشخاص مشابهين اللي هم انا جربتها مع كتير عالم بالماركتنج اللوكالايك هم واحدة من افضل طرق احنا هون بالفيديو حطينا 95% بتنطلق منها وبعدين تصير تعمل لوكالايك للي عملوا ادتو كار تعمل لوكالايك للي اشتروا فهيك بصير عندك داتا كتير كبيرة وتقدر تبني عليها فعلاً فهو باختصار شديد انت كل برودكت بدك تدفع لك عليه تقريباً 100 دولار لـ 80 دولار تستنج وانه خلال انت الناس عم بتقول لي خلال اسبوع انا والله بدي ابطل انا بحكي لك بدك تعطي حالك على الاقل شهرين 45 يوم شهرين لا تماستر يعني تصير انت فاهم اللعبة الفكرة انه انت ما بتقدر تحكم على نجاح او فشل التجربة خلال اسبوع ولا خلال اسبوعين انت بدك يكون في عندك لانه هذا learning curve انا اللي بحكيلكو اياه هذا يعني نقطة من بحر ولكن انت كلما تعمقت كلما انا في عندي فيديو على الصفحة اسمه فيسبوك الدليل للفيسبوك احضروا هو مش للدروب شبنج بس هذا كتير بعطيك يعني فهم كيف الفيسبوك بشتغل وكيف البكسل بتشتغل وشو الطرق اللي بتقدر تعمل عليها اعادة الهداف هذا ايش كتير مهم بتمنى اني اكون فدكو قد ما بقدر اللي بحكيه انك انت بدك ترجع على الويب سايت طبعك وريتكو كيف تلاقوا الويننج برودكت بدي يكون عندك هون اكتر من الويننج برودكت وكل الويننج برودكت تعمل عليه تستينك لازم يكون في عندك دومين لازم الويب سايت طبعك يكون شكله لطيف تحاول قد ما بتقدر انك انت تخلي الناس لما تيجي على الويب سايت طبعك ترتاح وتشتري البرودكت طبعك بالنهاية اللي بحكيلكو يا الدروب شبنج هو بزنس فيه ناس بتعمل منه مليونز وفيه ناس بتعمل دخل ثابت بتعمل 10 تلاف تعمل 1000 دولار 2000 دولار بالشهر كدخل ثابت اضافي مش بالضرورة انت تطلع عليه انك انت تصير مليونير بكرة تطلع عليه بطريقة انك انت تعمل دخل ثابت شهري حتى لو 500 دولار حتى لو 1000 دولار ما حدا بحكي لا ولكن زي ما حقيتلكو تذكروا اللي هو اللي حكيته في بداية الفيديو على اشي اسمه compound effect اللي هي خطوات صغيرة انت بتاخدها عشان توصل لهدف اكبر بتمنالكم الخير دائما وبشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم